بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم ثلاثة تمارين بمثابة مراجعة شاملة لدرس إحداثيات النقطة ومتجهة معادلة مستقيم ودرس النظمات إذن في هذا الامتحان إن شاء الله قد نحاول نشرح بالتفصيل الممل كل سؤال على حدة من أجل استعداد للفرض المحروس وللامتحان الموحد الجهوي لمادة الرياضيات المستوى التابعة إحدادي إذن هذا هو السؤال الأول يتعلق بإحداثيات نقطة ومتجهة بإمكانكم توقفوا الفيديو وتخدموا التمرين على خاطركم من بعد تشوفوا الحل لما توصلتوش أنتم بالحل إذن تمرين الثاني الكمال الذي تمرين الأول لفي معادلة مستقيم الحالة يمجيج التوازي وديل تعامد من بعد إنشاء النقط وإنشاء المستقيمات إذن السؤال الثالث يتعلق بحل الندمة والمسألة التي تتعلق بندمة معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين إذن عبركة الله بدأوا بتمرين الأول إذن الآن سؤال الأول نحسب النقط A و B و S في معلم متعامد ممندم O E J حدد إحداثيات المتجهة A B إذن إحداثيات المتجهة A B حسب القاعدة التي كنا في الدرس بالنسبة للأفصول هي X B ناقص X A وبنسبة للأرتوب Y B ناقص Y A إذن الآن التعويض إذن التعويض المتجهة A B حسب القاعدة X B هي صفر ناقص X A هي جوج Y B هي ناقص 1 ناقص Y A هي جوج إذن إحداثيات المتجهة A B هي ناقص جوج ناقص 1 ناقص جوج هي ناقص ثلاثة إذن هذه إحداثيات المتجهة A B إذن سؤال B حدد المسافة B C إذن سؤال B المسافة B C إذن حسب القاعدة التي كنا في الدرس المسافة B C تساوي جد مربع كبير تنضيح X C أو X B ناقص X C الكل 1 2 زائد Y B ناقص Y C الكل 1 2 والليس بخطفهم مش مشكلة لأنك رفعهم 1 2 إذن تطبيق X B هي صفر ناقص X C هي ناقص 1 الكل 1 2 زائد Y B هي ناقص 1 ناقص Y C هي 3 الكل 1 2 نكمله تساوي جد مربع كبير 0 ناقص ناقص 1 هي ناقص 1 1 2 زائد ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4 الكل 1 2 إذن جد كبير 1 2 هي 1 1 زائد ناقص 4 أس 2 هي 16 إذن النتجة النهائية هي B C تساوي جد مربع 17 إذن الآن نمر إلى السؤال جيم سؤال جيم حدد إحداثيات نقطة M حيث M مماثلة نقطة A بالنسبة للنقطة B إذن نعتبر نقطة M ذات الإحداثيات XM إذن حسب السؤال إذن حسب السؤال عدنا M مماثلة نقطة A بالنسبة للنقطة B إذن عندنا القطعة مثلا A B هي هذه إذن M مماثلة A إذن M مماثلة A المماثلة بالنسبة للنقطة B يعني أن B هي منتصف القطعة A M إذن هنا M مماثلة A بالنسبة للنقطة B إذن يعني أن B منتصف القطعة A M إذن لاحظوا بزيان B منتصف القطعة A M إذن يعني أن XB تساوي XA زائد XM مقصمة على جوج و YB تساوي YA زائد YM وكنقسم على جوج الآن تطبيق عددي XB أعطوني فيها صفر تساوي XA أعطوني فيها جوج زائد XM مجهولة وتنقسم على جوج YB أعطوني فيها ناقص واحد تساوي Y أعطوني فيها جوج زائد YM وهي مجهولة ونقسم على جوج إذن الآن سنحلها بوحدة ونحصلها إلى XM ونحلها بوحدة ونحصلها إلى YM إذن بالنسبة لتوحيد المقام ما يمكن أن نقسم على مقام لأنه عندي هنا صفر إذن هنا الضرب شكا ولي الخاسمة شكا ولي ضرب إذن هي جوج في صفر تساوي جوج زائد XM كعني أن جوج زائد XM تساوي صفر إذن سنأخذ XM لديو هالطرف الآخر تولي ناقص XM تساوي جوج نضرب طرفين معادلة لفنا في ناقص نحصلها إلى XM تساوي ناقص جوج إذن هذه بنسبة للمفصل نقطة M الآن أرتب نقطة M أحضر نوحده المقام إذن المقام موحد هو جوج فراني نضربه واحد نضربها في جوج إذن تناقصه واحد نضربها في جوج إذن ناقص جوج نقصهم على جوج تساوي جوج زائد XXM على جوج إذن الآن لدينا نحصل له المقام Uber تساوي جوج زائد XXM ناقص YM. جوجة تبقى في المكان دياله هو ناقص جوجة تلي زائد جوج. اذا كعني هذا ان ناقص YM تساوي اربعة. سنضرب طرفي هذه المعادلة الصغيرة في الناقص. سنحصل على YM تساوي ناقص اربعة. اذا احداثية نقطة M. بحيث M مماثلة ابنة طلب النقطة به هي ناقص جوجة. ناقص. اربعة. الان نمر الى السؤال دال. السؤال دال حدد احداثية نقطة دي حيث A B C D متوازي اضلع. اذا احداثية نقطة دي حيث A B C D متوازي اضلع. اذا نعتبر احداثية ديالها هي X D Y D. اذا المتوازي اضلع نسموها التقريبية. من اجل الشرح A B C D. اذا A B C D متوازي اضلع. اش يعني? ان المتجهة A B تساوي المتجهة D C. اذا المتجهة A B تساوي المتجهة D C. ولكن لدينا متجهة كيف تساوي المتجهة? هذا يعني ان لهم نفس الاحداثيات. اذا لهم نفس الاحداثيات. لدينا احداثيات المتجهة A B هي ناقص جوج ناقص ثلاثة حسب السؤال السابق. اذا احداثيات المتجهة D C غالي تكون حتى هي ناقص جوج ناقص ثلاثة. وحسب القاعدة اللي كان نحدو بها احداثيات المتجهة. اذا احداثيات المتجهة D C تكتب X C ناقص X D بنسبة الافصل. Y C ناقص Y D بنسبة الارتوب. اذا من خلال جوجها التعابل اللي عندنا X C ناقص X D تساوي يعني هذا تساوي ناقص جوج. و Y C ناقص Y D تساوي ناقص ثلاثة. يعني الافصل تساوي الافصل والارتوب تساوي الارتوب. مدام انها نفس المتجهة. اذا الآن ناقص X C حسب المعطيات. عندنا هي ناقص واحد ناقص X D. مجهولة ناقص الجوج. و Y C حسب المعطيات هي ثلاثة. ناقص Y D تساوي ناقص ثلاثة. اذا الان غالي نحلو هذه المعادلة. ومن بعد هذه المعادلة. اذا ناقص X D تبقى في المكان ريالها. ناقص الجوج هنا. ناقص واحد تساوي زائد واحد. كاني انا ناقص X D تساوي ناقص واحد. بعد الحساب. نضرب طرفين معادلة في الناقص. نحصل على X D تساوي واحد. اذا حصلنا على ارتوب النقطة الدي. الآن الافصول للنقطة الدي. الان الارتوب ناقص Y D تبقى في المكان ديالها ناقص ثلاثة في المكان ديالها. ثلاثة تولي ناقص ثلاثة. اذا ناقص Y D تساوي ناقص س. نضرب طرفين المعادلة الصغيرة في الناقص. سنحصل على Y D تساوي س. وبالتالي احداتيات النقطة D هي واحد ناقص س. عفوا واحد بالنسبة للX D والس بالنسبة Y D. نمر الى السؤال الموالي. اذا الان السؤال التاني لنحدد معادلة المستقيم D المر من النقطتين A و B. اذا معادلة المستقيم D تكتب Y تساوي A دل D X زائد B انتعاد D. بمعنى هذا هو المعامل الموجه هو هذا الارتوب عند الاصل. اذا لنحدد او لنحسب A انتعاد D. يعني معامل الموجه لمستقيم D. حسب القاعدة اللي كانت في الطرس. A D تساوي. بما ان المستقيم يمر من النقطتين A و B. نكتبه هنا هي Y B ناقص Y A على X B ناقص X A. اذا تطبيق عدالي Y B هي ناقص واحد. ناقص Y A هي ناقص J. X B هي صفر. ناقص X A هي J. اذا النتيجة هي ناقص ثلاثة على ناقص J. بمعنى ثلاثة على J بعد الاختزال. اذا المعادلة جديدة للمستقيم D تكتب Y تساوي ثلاثة على جوج X. اذا نعود A D ثلاثة على جوج زائد B متع D. اذا هذه المعادلة جديدة للمستقيم D. اذا الان لنحسب او لنحدد بدو D. اذا لنحسب الارتوب عند الاصل للمستقيم D. اذا لدينا المستقيم D يمر من النقطتين A و B. اذا نخسر واحدة من هذه الجوج. اذا لدينا النقطة A تنتمي الى المستقيم D. هذا يعني ان احداثيات النقطة A تحقق هذه المعادلة. تحقق Y تساوي ثلاثة على جوج X زائد B متع D. ومن؟ غضي نعود Y ب Y A تساوي ثلاثة على جوج. ونعود X ب X A زائد B متع D. لقد نحسبه. اذا الان تعود Y A هي جوج تساوي ثلاثة على جوج في X A هي جوج زائد B متع D. لقد تنبحتوا عليها. الجوج مع الجوج اختزال. نقاطلنا الجوج تساوي ثلاثة زائد B متع D. اذا الان B متع D ستردها للطرف الاخر. ونخليه ثلاثة في المكان ديالها وجوج اترجع ناقص الجوج. اذا كنحصله ناقص B متع D تساوي ثلاثة ناقص جوجية واحد. نضربوا طرفي هذه المعادلة الصغيرة في الناقص. سنحصل على B متع D تساوي ناقص واحد. اذا معادلة المستقيم D هي جوج نقاط Y تساوي ثلاثة على جوج X و B متع D. سنعودها بناقص واحد. اذا هذه معادلة المستقيم D اللي طلبوا منا نضحسوا عليها. نمر الى السؤال الموالي. اذا الان سؤال با. حدد معادلة المستقيم D الموازي للمستقيم D والمار من النقطة C للإحداثة الدينة ناقص واحد ثلاثة. اذا نعتبر دلتا نقاط Y تساوي A متع دلتا في X زائد B متع دلتا. هذه معادلة المستقيم دلتا. اذا السؤال المطلوب لنحدد المعامل الموجيه لمستقيم دلتا ثم نقصه عند الاصل. اذا لنحدد A دلتا. اذا لو بغنا نحدد A دلتا او المعامل الموجيه لمستقيم دلتا كحتاجه جوجة النقط. وهنا اعطينا ايه نقطة واحدة لتمر منها المستقيم دلتا. ولكن اعطينا واحدة معلومة مهمة اللي هي توازي. بما ان المستقيمين دلتا والدي متوازيان فان لهما نفس الميل. او نفس المعامل الموجيه بمعنى A انت على المستقيم دلتا كتسوي A انت على المستقيم D واللي حصلنا عليها في السؤال السابق اللي هي ثلاثة علاجج. ومنه اصبحت معادلة المستقيم دلتا هي على الشكل التالي. Y تساوي A دلتا لنعوضها بثلاثة علاجج. X زائد B انتع دلتا. اذا الان لنحدد B انتع دلتا ندروها هنا. لنحدد او لنحسب الارتوب عند الاصل للمستقيم دلتا. اذا بالنسبة الارتوب عند الاصل تحتاج النقطة واحدة يمر منها المستقيم دلتا. وهي النقطة C. اذا لدينا C تنتمي الى المستقيم دلتا. ماذا يعني هذا؟ ان احداثية النقطة C تحقق هذه المعادلة. بمعنى تحقق المعادلة Y تساوي ثلاثة علاجج. X زائد B انتع دلتا. ومن ها نكتبون Y C تساوي ثلاثة علاجج. X C زائد B انتع دلتا. الان نحلو واحدة معادلة بسيطة. ثلاثة تساوي هنا هي ناقص ثلاثة علاجج. لان ثلاثة علاجج. X زائد B انتع دلتا. اذا غريب انبتلوا المعادلة بتعبيد دلتا. ندروها الطرف الاخرى تقولي ناقص B دير دلتا. تساوي ناقص ثلاثة علاجج. تبقى في المكان ديالها. وثلاثة علاجج لتولي ناقص ثلاثة. اذا توحيد المعقامية بالنسبة له الطرف هذا. غريب انحصله على ناقص B انتع دلتا تساوي. اذا هنا عنده واحد فاش نضرب واحد في جوج حتى ثلاثة في جوج. اذا هي 6. وهنا جوج تبقى كما هي. وثلاثة في البس تبقى ناقص ثلاثة. اذا غريب انكملو. ناقص B انتع دلتا. تساوي ناقص ثلاثة. ناقص 6 هي ناقص تسعود على جوج. اذا نضربوا طرفي هذه المعادلة الصغيرة في الناقص. هلنحصلوا على B دلتا تساوي تسعود على جوج. اذا المعادلة النهائية للمستقيم دلتا. Y تساوي ثلاثة على جوج اكس زائد B دلتا هي زائد تسعود على جوج. اذا هذه معادلة للمستقيم دلتا. الموازي للمستقيم دي والمار من النقطة C. نمر الى السؤال الموالي. اذا الان سؤال جيم حدد معادلة المستقيم دلتا اشارة العمودي على المستقيم دي والمار من النقطة M. اذا معادلة للمستقيم دلتا اشارة تكتب Y تساوي A دلتا اشارة في X زائد بين دلتا اشارة. اذا لنحسب او لنحدد المعامل الموجه للمستقيم دلتا اشارة. اذا لو بغينا نحدد A دلتا اشارة كنا نحتاج نقطتين. وهنا عدنا نقطة واحدة. ولكن عدنا واحدة المعلومة مهمة. اللي هي العمودي. وبما ان المستقيم دلتا اشارة. والمستقيم دي متعامدا. شك يعني هذا? ان المستقيم متعامدا. ان جداء ميليهما. يعني جداء المعامل الموجه لكل مستقيم هو ناقص واحد. اذا المعامل الموجه للمستقيم دلتا اشارة. نضربناه في المعامل الموجه للمستقيم دلتا اشارة. كنحصله لناقص واحد. اذا في التوازي تكون عندهم النفس الميل. وبنسبة للتعامد يكون جداء الميلين تساوي ناقص واحد إذن A متع دلتا إشارة مضروبة في A متع D وهي ثلاثة على جوج تساوي ناقص واحد إذن بعد الحساب كنحصل على A دلتا إشارة كتساوي ناقص جوج على ثلاثة الآن لنحسب B متع دلتا إشارة يعني الأرتوب عند الأصل المستقيم دلتا إشارة بعد ما حسبنا A دلتا إشارة إذن هنا لا أكتبت المعادلة الجديدة هي Y تساوي ناقص جوج على ثلاثة زائد B دلتا إشارة إذن هذه المعادلة جديدة بعد ما حددت الأرتوب عند الأصل وهو A دلتا إشارة حددتها ناقص جوج على ثلاثة الآن لنحسب B دلتا إشارة هنا كنحتاج نقطة واحدة يمر منها المستقيم دلتا إشارة ألا وهي النقطة M إذن لدينا M تنتمي إلى المستقيم دلتا إشارة إذن هذا أن إحداثية نقطة M تحقق هذه المعادلة أي أن Y متع M تساوي ناقص جوج على ثلاثة X متع M زائد B متع دلتا إشارة إذن بعد التعويض عندنا Y متع M حسب السؤال الصابق الأول هي ناقص ربعة كتساوي ناقص جوج على ثلاثة مضربة في XM وهي ناقص جوج زائد B متع دلتا إشارة إذن ناقص ربعة تساوي ناقص جوج ناقص جوج هي أربعة على ثلاثة زائد B متع دلتا إشارة إذن B متع دلتا إشارة نرتوها للطرف الآخر سوف نحصل على Burke med متع دلتا إشارة ناقص لأنه turn تساوي ناقص ربعة على ثلاثة تبقى في المكان ناقص إلى ربعة سوف ناقص بätta زائد 4 سوف نحصل إلى مقام فهد марدر من هنا إذن رب أن تأخذ أيمن تساوي ما يوجد منثمر من ثلاثة ما يوجد من المقام وأعبر ما يوجد ثلاثة 30 اذا ستناش والربعة هي 16 على ثلاثة. هذا يعني ان ناقص بي انتع دلتة اشارة تساوي 16 على ثلاثة. اذا بي انتع دلتة اشارة تساوي ناقص 16 على ثلاثة. سنعوضها في هذه المعادلة هذه. سنحصل على المعادلة المستقيم دلتة اشارة. ناقص بي انتع دلتة اشارة تساوي ناقص بي انتع دلتة اشارة هي ناقص 16 على ثلاثة. اذا هذه معادلة المستقيم دلتة اشارة العمودي على المستقيم دي. الآن السؤال الثالث. حلنا النظمة التالية. اذا اخترت بالنسبة للحلل هذه النظمة. سنحلها بجوجة دلتة الطرق. طريقة دلتة التعويض والطريقة التأليفة الخطية. وبالنسبة للطريقة التعويض. اذا هنا لدينا معادلتين ممكن تعتبروا معادلتين بسطة اختروا الحلل اللي تعودو ب希لك يطاعدوا ايجاو بذلالة ايكس او ايجاو. من شيئ يطاعدون selects او الثانية. وضروا التعويض او تساوي القيامة او البخارر بالجهول بذلالة مجهول اخر. اختيها المزيرة. اذن اختروا الاولى. امن وايجاول ناختيها في المكان لها. ثلسه ثلاثة اكس وتحول لماكي 3x إذا القيمة الجديدة للـ y هي 5 ناقص 3x المعادلة الثانية هي x ناقص جوج y كتساوي 25 إذا الآن المرحلة الموالية شنو هي هي أنني قد نعود y بالقيمة ديالها إذن y تساوي 5 ناقص 3x نحصف دبيعة الأخير و x أتبقى في المكان ديالها ناقص جوج في المكان ديالها ولكن y قد نكسبها بهذه القيمة هذه اللي هي 5 ناقص 3x تساوي 25 لحظة أن y عودتها بالقيمة الجديدة اللي هي 5 ناقص 3x إذا الآن حصلت على المعادلة الثانية بمجهول 1 إذن مني غد نلقى المجهول x غد نعوده في المعادلة الأولى و غد نحصلها إلى y إذن غد نكمله y تساوي 5 ناقص 3x المعادلة الثانية غد نشر x ناقص جوج في 5 هي ناقص 10 ناقص جوج ناقص 3 هي زائد 6x تساوي 25 إذن غد نكمل المعادلة الأولى غد نحصل في دبيعة الأخير ما غد نقصها المعادلة الثانية x و 6x هي 7x تساوي 25 في المكان ديالها و ناقص 10 تقول زائد 10 إذن الآن أرد نكمله هنا y تساوي 5 ناقص 3x و 7x تساوي 25 زائد 10 هي 35 إذن الآن غد نكمل الحال ديال x إذن y تساوي 5 ناقص 3x سنحترفت بها و x تساوي 35 مقصوم على 7 يعني الضرب كولي قسمة الضرب غد نحسبها هده هنا أو نخلط نحسبها كتابة 5 و 3 مقصوم على 7 هي 5 إذن غد نعوض هذه القيمة x التي حصلت عليها في المعادلة الأولى غد نحصل على y تساوي 5 ناقص 3 في x تساوي 5 و x تساوي 5 غد نكمل هنا إذن y 5 3 5 هي 15 5 ناقص 15 هي ناقص 10 و x تساوي 5 إذن حل هذه النظمة هو الزوج 5 ناقص 10 إذن نمر إلى الطريقة التانية التي هي الطريقة التأليفة الخطية أنا أريد لكم عن هذا الإزعاج النتج عن الولد يا الله يوسف سأخبر إذن الآن سنحاول نحل هذه النظمة بالطريقة التأليفة الخطية إذن إقصاء إما العدد x وإما إقصاء العدد y إذن أنا سنقص العدد x إذن المعادلة الأولى سنضرب ها في معامل x دي المعادلة الثانية اللي هو 1 رد دول برعا 1 إذن المعادلة الأولى نضرب ها في 1 يعني في حال لماذا بتاشي حاجة والمعادلة الثانية نضرب معامل x المعادلة الأولى يعني إذا سنضرب ها في ناقص 3 إذن الأولى دائما نضربها مباشرة في الثانية والثانية نضربها في ناقص الأولى مثلا إذا سنضرب ثانية سنضرب في ناقص ناقص ثلاثة ولكن في الحال لذي أنا عندي 3 نضرب ها في ناقص ثلاثة إذن دائما أقلوا الأولى في الثانية مباشرة والثانية في ناقص الأولى إذن الآن سنضرب الضرب ونضرب ها نجمع إذن 1 ثلاثة إذن المعادلة الأولى لا تغير المعادلة الثالية ناقص ثلاثة x هي ناقص ثلاثة x ناقص ثلاثة في ناقص جوج زائد 6 y تساوي ناقص ثلاثة 25 هي ناقص 75 إذن الآن نضرب عملية الجمع المعادلتين إذن 3x زائد على ناقص ثلاثة x هي 0 y زائد على 6 y هي 7 y وخمسة زائد عليها 75 هي ناقص 70 إذن الآن عندي معادلة بسيطة الضرب يتحول قسمها إذن هي ناقص 70 مقسم على 7 إذن النتيجة هي ناقص 10 إذن الآن سنعود أو نقوم بتعويد y تساوي ناقص 10 في المعادلة إما الأولى أو الثانية اختار اللي بغيت وانا نغري اختار الآن المعادلة الثانية في المعادلة الثانية هي x ناقص y تساوي 25 يعني يدرت التعويد حتى في المعادلة الأولى اضطح في نفس النتيجة إذن x ناقص عشرة تساوي 25 إذن x ناقص عشرة هي زائد 20 تساوي 25 إذن 20 نسبة المعادلة هي x 25 ناقص 20 وهي 5 إذن حل هذه الندمة هو الزوج لا نكتب هذه الجملة كاملة x 5 y ناقص 10 إذن ملاحظة أن الطريقة تألفية أو تأليف الخطية ناقص أنها قصيرة لمقارنة مع طريقة التعويض التي فيها الحساب بكترة إذن نمر إلى المسألة إلى الآن الندمة في إحدى المزالح تم إحصاء قطيع من الغنم والدجاج الغنم والدجاج فوجد 50 رأسا و 142 رجل 50 رأس و 142 رجل إذن السؤال حدد عدد الغنم و عدد الدجاج بهذه المزرعة إذن أول حاجة واختيار المجاهل وكتعرفوا أنه في الأغلب اختيار المجاهل إذن عندنا مجهولين هو عدد الغنم و عدد الدجاج إذن في الأغلب تنخرجه اختيار المجاهل من السؤال إذن X يكون X هو عدد الغنم و Y هو عدد الدجاج إذن الآن صياغة النظمة أو المعادلتين صياغة النظمة الآن سننقرأ المعادلة أو نقرأ المسألة بتركيز إذن في إحدى المزالح يسمى إحساء قاطع من الغنم والدجاج فوجده 50 رأسا ما يعني 50 رأسا يعني مجموع رؤوس الغنم و رؤوس الدجاج أو مجموع عدد الغنم و عدد الدجاج هو 50 إذن يمكننا نكسبه X هو عدد الغنم أو عدد رؤوس الغنم زائد Y هو عدد رؤوس الدجاج إذن في المزرعة لقنا 50 رأسا إذن 50 المجموع بين الدجاج والغنم و 142 رجل إذن بالنسبة للغنم عندهم 4 رجلين إذن 4 X إذن 4 مضربة في عدد الغنم بمعنى كل كل واحد من الغنم عنده 4 رجلين إذن 4 X لازمنا عليها بنسبة الدجاج ما حالة الرجلين عندهم عندهم جوج إذن جوج في Y إذن عدد الدجاج في عدد الأرجل وهنا عدد الغنم في عدد الأرجل إذن مجموعة الأرجل التي لقنا هي 142 رجل إذن هذه هي صياغة النظمة إذن نعود مجموعة الرؤوس إذن عدد رؤوس الغنم زائد عدد رؤوس الدجاج هو 50 ولكن بالنسبة للأرجل بالنسبة للغنم عندهم 4 رجلين إذن X عدد الغنم كنت ضربه في الأرجل زائد عدد الدجاج كنت ضربه في الأرجل ديالهم إذن مجموعة الأرجل هو 142 أردوا البال عندهم شي واحد يدير جوج إكس وغنم عندهم 4 رجل والدجاج عندهم جوج ديال الأرجل إذن الآن حل النظمة إذن بالنسبة للحل هذه النظمة سنعتمد على طريقة التعويض لأن لدينا معاملات الأعداد X و Y معاملات بسيطة إذن طريقة التعويض طريقة بسيطة هنا لا نحتاج فيها إذن سنكتب X بدلات Y إذن X تساوي 50 ناقص Y وبنسبة المعادلة الثانية لدينا 4 X زائد Y تساوي 142 إذن الآن سنعود X بالقيمة ديالها وهي 50 ناقص Y سنحصل على X تساوي 50 ناقص Y بالنسبة المعادلة الأولى لا يجب تفتل بالنسبة المعادلة الثانية 4 و سنعود X بالقيمة ديالها وهي 50 ناقص Y زائد Y تساوي 142 إذا سنكمل هنا المعادلة الأولى التي تحسف بها 50 ناقص Y والمعادلة الثانية سنشر 54 هي 102 ناقص 4 Y زائد Y تساوي 142 إذا سنكمل هنا X تساوي 50 ناقص Y المعادلة الثانية ناقص 4 Y زائد Y هي ناقص Y تساوي 142 توقع في المكان لها ناقص 200 تحول المكان لها حول 800 أتولي ناقص 200 في الطرف الآخر إذا المعادلة الأولى هي X تساوي 50 ناقص Y نحص في تبيعة الأخير ناقص Y تساوي 142 ناقص 200 هي ناقص 58 و 50 إذا الآن ضرب لتحول القسمة إذن X تساوي 50 ناقص Y و Y تساوي 58 مقصوم على ناقص جوج النتجة هي 29 إذن 29 هي 21 وهنا 29 إذن عدد رؤوس الغنم هو 21 رأس وعدد رؤوس الدجاج هو 29 رأس إذا هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله